شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه الطيبين الطاهرين الله سبحانه وتعالى وعليه الحمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إحدى الأشياء المهمة التي نحتاج إليها نحن طلاب العلوم الدينية بل يحتاجها كل إنسان في الحياة سواء كان تاجرا أو كاسبا أو موظفا أو مديرا هي سعة الصدر هناك في القرآن الكريم آيتان ضمن آيات أخرى تتناولاني هذا الموضوع الآية الأولى الله تعالى يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في سورة الإنشراح ويقول ألم نشرح لك صدرك يكفي في عظمة هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على نبيه أن سورة كاملة من سور القرآن تحمل هذا الاسم الإنشراح وهناك هناك بحث عميق ينبغي أن نتناوله في وقت آخر حول أسماء السور القرآنية لماذا سميت سميت سورة البقرة بسورة البقرة هناك نظرية وهذه النظرية تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى استقراء وملخص هذه النظرية أن كل اسم من أسماء السور القرآنية يمثل المحور الذي تتحدث عنه تلك السورة مثل ما أنه في الخطاب هناك محور وفي الكتاب هناك محور في السور القرآنية هناك محور وكل آيات السورة تدور حول ذلك المحور فسورة البقرة مثلا محور هذه السورة كلها قضية البقرة ولكن كيف هذا يحتاج إلى بحث آخر على كل حال أسماء السورة في إحدى النظريات تدل على محور تلك السورة وفي نظرية أخرى تدل على أهم مضمون تضمنته السورة الآن هذه النظرية كانت تامة النظرية الأولى النظرية الثانية على كل حال الانتخاب لإسم لابد أن تكون هناك أهمية تكمن وراء هذا الانتخاب سورة من سور القرآن الكريم تحملو تحمل اسم الانشراح ألم نشرح لك صدرك هذه نعمة سورة من سور القرآن الكريم يمكن أن يكون هناك تسلسل طبيعي بين هذه الأمور الثلاثة الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى شرح لنبيه صلى الله عليه وآله صدره هذا أولاً الشيء الثاني ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الوزر يعني الثق الله تعالى وضع عن النبي الأثقال أنتو إذا تريدون أن تديرون عائلة فيها ثلاثة أفراد إدارة مو أنه بعض الآباء يتركون عوائلهم وأبناءهم لا تريدون أن تديرون عائلة من ثلاثة أفراد الأب والأم كم يتحملان لتربية ثلاثة أفراد بعض الأولاد يشيبون آباءهم حقيقة يشيب النبي صلى الله عليه وآله الذي اطلع بهذه المهمة العظيمة التي هي أعظم مهمة في تاريخ الكون هداية البشرية إلى يوم القيامة في ذلك المحيط المعقد المليء بالمتناقضات كم يمكن أن يتحمل هذه الأثقال شلون النبي أن يتحمل هذه الأثقال الهائلة وكيف وضعت عنه هذه الأثقال هذا الوضع الأثقال التي كانت التي كانت على النبي صلى الله عليه وآله ربما في كل يوم كانت تكثر لأن مسؤوليته كانت تكثر فكيف فكيف تم هذا الوضع ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك عندما واحد يشيل شيء سقيل ظهر الفقرات يخرج منها صوت هذا يقال له الإنقاض المقطع الأول جواب عن هذا السؤال النبي صلى الله عليه وآله كان يمتلك قلب كبير الفرد الذي له قلب كبير كل ما يواجه من المشكلات وكل ما يواجه من الأثقال أنتوا أخذوا فرد حجر صغير ألقوا في حوض ماء وإذا بهذا الحوض يتموج ويفيض ربما بحجر ولكن ألقوا مئات الأطنان من الأحجار في البحر البحر يحتوي كلها القلب الكبير ما أيضا ما أحد في هذا الدنيا لا يحضر ما يحضر مشكلة فأنتغ هناك عالم لا يحضر لديه مشكلة وإن أجر لا يحضر مشكلة أو coyi أو coyi لا يحضر مشكلة أو coyi إمرأة لا يحضر مشكلة يحتوي هذه المشكلات إذا نريد أن نمثل بمثال مادي مثل البدن الضعيف والبدن القوي الفرد الذي بدنا قوي بعض الأفراد قالوا لأن الطبيب قال لنا أنت يجب أن لا ترفع كتاب حتى كتاب من 100 صفحة لا يتمكن هذا البدن يرفعه ما إلى طاقة وأكو واحد يأتي ويحمل مأت كيلو بدون أي مشاق مو الفرق أن هذا ما دا يحمل ثقل هذا اللي يحمل مأت كيلو دا يحمل ثقل ولكن بدنه بدن مقتدر القلب الكبير هالشكل أي مشكلة يواجهها مهما كبرت هذا قلب أكبر من تلك المشكلة فكأنه ما كو مشكلة يعني عندما تلاحظون العظماء الذين قلوبهم كبيرة كأنه مشكلة ما عنده وهو يعاني أمر المشاكل هذا القلب الكبير المرحلة الأولى شرح الصدر المرحلة الثانية وضع الوزر الوضع قد يكون وضعا باطنيا داخليا يعني لا يشعر بهذا الثقل وربما أيضا يكون مضافا إلى الوضع الباطني وضعا ظاهريا أيضا يعني المشاكل تتحطم أمام هذا القلب الكبير شيئا فشيئا المرحلة الثالثة ورفعنا لك ذكرك حقيقة واحد عندما يشوف ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وآله أنه قرن اسمه باسمه شوفوا شلون تكريم وتعظيم والرافع في الشهادتين أول ما واحد يريد أن يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأذان في الإقامة في التشهد في القرآن الله تعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول لولا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذه مراحل ثلاثة سعة الصدر وضع الوزر رفع الذكر هذه ثلاثة متدرجة هذه آية في القرآن الكريم والآية الثانية التي تتناول طرف النقيض من هذا الله تعالى يقول يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء في بعض الأفراد هذه الآية يقولون أنها من معجزات القرآن الكريم هذه الآية ما كانت مفهومة بهذا النحو إلى أن جاءت العلوم الحديثة العلوم الحديثة تقول أن الهواء في هذه الطبقات الدنيا مضغوط ضغط ولذلك إحنا نتمكن نستنشق هذا الهواء ولكن كلما صعدنا إلى فوق كثافة الهواء تقل ولذلك واحد إذا يصعد عدة كيلومترات اللي هذا ما كان مألوف في العهود القديمة التنفس يكون مشكل عليه بصعوبة يتنفس وإذا صعد أكثر فأكثر التنفس يصل إلى حد شديد بحيث يغمى عليه إغمى يوغا يجعل صدره ضيقا حرجا الحرج يعني شدة الضيق كأنما يصعد في السماء الآية عجيبة هي الآية فيها الصعوبة كلمة يصعد هي كلمة صعبة تعبر عن ذلك الواقع بعض الأفراد ما يتحملون لا يتحملوا البيت ولا يتحملوا المجتمع ولا يتحملوا المراجعين مثل واحد اللي بيتانج يعني ضيق في التنفس ما يتمكن يشعر أنه دايختنك ما أدري شايفين هؤلاء الأفراد اللي فيهم ضيق في التنفس يشعر أنه دايختنك بعض الأفراد هالشكل في تعامل وي المجتمع يشعر أنه بحالة الاختناق هذه آية تتناول ذلك الجانب وهذه آية ثانية تتناول هذا الجانب جانبي القضية وهناك آيات أخرى في القرآن الكريم تتناول هذه القضية المهمة ننتقل إلى موضوع آخر وهذا الموضوع الآخر المجالات التي تحتاج إلى سعة الصدر نذكرها باختصار أولاً الخط العلمي واحد من الأخوة ترك طلب العلم قالت لي ليش تركت؟ معمم كان لكن بعد ما كان يحضر قال بعد أعصاب لطلب العلم ما بقتلي أعصاب ما عندي طلب العلم يحتاج إلى أعصاب واحد الغارق في المشاكل الاجتماعية تعال شوف المعنى الحرفي يعني شنو كم قول أكو بالمعنى الحرفي؟ أربعة أقوال القول الأول كم دليل إليه؟ ثلاثة أدل الدليل الأول كم رد أكو عليه؟ ردان الرد الأول كم مناقشة أكو بي؟ واحد خلق ما عندي ولذلك تشوفون أن الأكثر يبدأون بطلب العلم شوية شوية حركتهم تفتر 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 وإذا بهم يتركون هذا يحتاج طلب العلم يحتاج إلى قلب كبير وتحمل وإنتوا إن شاء الله من الآن ابنوا على أن تتابعوا الخط العلمي إلى النهاية حتى ذاك اللي كان في لحظات الاحتضار سأل ذلك العالم عن إرث الأجداد الثمانية إذا واحد مات وله أجداد ثمانية أظن هذا الفرع من عهد آدم إلى يوم القيامة يمكن ما يتفق أنه إذا واحد مات زوجه ما عنده أولاد ما عنده أبواه مات آباؤهما اللي هم أربعه ذولا كم كانوا ميتين آباء ذول الأربعه اللي هم السمانية موجودين فالأبوان ميتين والآباء الأربعه فوقهم ميتين الأجداد الثمانية موجودين هذا الإرث كيف يعطى أنتوا اسألوا هذه المسألة من ثلاثين ألف واحد شوفوا واحد منهم يعرف الجواب على ذلك لا لا في معادلات رياضية معقدة في لحظات الاحتضار سأل ذلك العالم كيف هو إرث الجدات الثمانية فقال له أنت في هذه الحالة شي فيدك هذا قال أن أموت عالما أفضل أو أموت جاهلا يقول فشرحت له إلى أن فهم يقول عندما طلعت وإذا بي أسمع الناعية من داره مات بعد لحالات لو بعد دقائق هذا يحتاج إلى خلق العام السيد المشتبى حفظه الله كان يقول واحد أعصابه يجب أن تكون بهذا الناحو أنه إذا كانت زوجته في حالة الولادة وحالة خطرة لا يفهمها إلا من مر بهذه الحالة وفعل كل شيء من طبيب وطبيبة ودعاء وما أشبه ذلك وأنهى بعد ما عنده شغل الآن زوجته في حالة الطالق يأخذ الكتاب ويطالع هالشكل لازم يكون علماء هالشكل كانوا وهكذا أعصاب كانت عدوه إن شاء الله يجب أن نصمم على أن نتابع الخطب العلمي إلى النهاية بكل قوة الخطباء المؤلفون تشوفون بعض الخطباء أول ما يبدأ بخطابته يتعب عليها ثمان ساعات بعدين شوية شوية بعد ما عنده خلق تصل القضية إلى حد أحد الخطباء كان يقول أنا عندما أقعد فوق المنبر وأقول بسم الله أفكر شنو أقول إذا واحد كان خطيب أيضا يتابع هذا الخط الأول الخط العلمي الخط الثاني الخط العبادي العبادة تحتاج إلى قلب كبير هذه القضية لأحد علماء البحرين وحقيقة قضية مؤلمة هذه القضية يقول إحنا غالبا ما نأتي بالنوافل هو الإتيان بالنوافل يحتاج إلى خلق أنه تعال صلي نافلة الصبح وصلي نافلة الظهرين ما أدري في مئة ألف واحد أكو واحد يصلي نافلة الظهرين وتعقيبات ونافلة المغرب ونافلة العشاء وصلاة ووعدنا في هذه الليالي اللي يكتب له ثواب المشاركة في الحاج خلق ما عدنا غالبا يقول أنا ما كنت أصلي نوافل الظهرين يقول في يومي الأيام هو كان إمام جماعة كنت في المسجد فرأيت حدادا وهو يصلي نوافل الظهرين فجدا تأثرت قلت أنا من الصبح إلى الظهر شغلي أنه أخذ قلم وأجر هذا القلم هذا هو على الورق أو أخذ فت كتاب وأطالعه وهذا الحداد المسكين من الصبح إلى الآن رايح في ذلك اللهيب المشتعل ويضرق ويعرق ما أدري شايفين الخبازين لو ما شايفين شلون يعانون حقيقة وبعض في شهر رمضان أي معاناة يعانون الخبازون الحدادون بقية ذو الحرف العمال اللي أنا شايفهم في صيف الكويت حقيقة في هذا الحر الشديد يأتي ويعبر اللي إحنا خمس دقائق نطلع من البيت إلى المسجد نتأثر بهذه الحرارة هذا من الصبح لللي يشتغل واحد من العمال قال لي الظهر ما أتمكن أدغده واحد عندما الحر يأثر عليه بعد ما يتمكن يدغده يقول أكل خبز ولبان مثلا خبز وجبان هالشكل هذا الحداد اللي يشتغل في اللهيب المشتعل من الصبح للظهر هذا يصلي نوافل الظهرين وأنا ما أصلي يقول هذا العالم من ذلك اليوم صممته على أن أصلي نوافل الظهرين الحقيقة هؤلاء يكونون حجة علينا في يوم القيامة أمثال هؤلاء إحنا نقول من قدر من تمكن أحد الطلب قبل كم يوم سألني قال أنا عندما أقوم لصلاة الصبح الآن الأذان حوالي ستة إلا ربع بصعوب أقوم فماذا أفعل؟ قالت لي أنت عندما تقوم ساعة ستة إلا ربع لصلاة الصبح الذكر أكو أفراد قايمين من ساعة ثلاثة مشتغلين بالعبادة والمطالعة أكو واحد الآن في قوم وهو رجل شيخ كهل ينام ساعة ثلاثة إيش قلت؟ ابن قل لي هذا أبوي كل يوم ساعة ثلاثة يقوم ويشتغل بالمطالعة والعبادة إلى الأذان وبعد الأذان فإذا قمت ساعة ستة إلا ربع بصعوبة فكروا أن ذاك العالم الشايب قايم من ساعة ثلاثة إذا يوم قمت ساعة ثلاثة شوية شوية إذا قمت قبل الطلوع بخمس دقائق أكو فد واحد قايم قبلكم بنصف ساعة إذا قمت قبل نصف ساعة أكو واحد قايم قبلكم عند الأذان إذا قمت عند الأذان أكو واحد قايم قبل الأذان بنصف ساعة إذا قمت قبل الأذان بنصف ساعة أكو واحد قايم بساعتين قبل الأذان إذا قمت قبل الأذان بساعتين بس يوم الأيام قمت ساعة ثلاثة وعبدت الله وطالعت إلى أذان الصبو اعلموا أكو أفراد من أول الليل قاعدين إلى هذا الوقت فواحد كل ما يعمل وكل ما يركض يقولون إحدى آيات القرآن العظيمة في الحس على طلب العلم لعله يقولون أقوى آية في الحس على طلب العلم وفوق كل ذي علم عليم إش ما ركضت الوالد رحمه الله مضمون كلامه طبعا هذا الكلام كان للتحريض كان يقول إحنا عمر ركضنا وما وصلنا إلى شيء فالأفراد الذين لم يركضوا إلى أين يصلوا هذا الشعور المؤمن حقيقة يعني المؤمن حتى إذا ركض وأصبح أعلم العلماء يجب أن يعلم فوقه أكو عليم أيضا وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل عابد عابد أكو إذا أصبحت أعبد العباد اعلموا أكو فوقكم عباد أفضل منكم العبادة تحتاج إلى قلب البناء الإمام قال على ما بنيت أمرك أكو واحد يبني على أن يتحمل كل شيء وأكو واحد يبني على أن لا يتحمل أي شيء هذا الشيء الثاني الخط العلمي يحتاج إلى قلب كبير الخط العبادي يحتاج إلى قلب كبير ثالثا الخط الإداري يحتاج إلى قلب كبير إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها هذه الأوعائية قد تكون أوعائية علمية وقد تكون أوعائية عملية واحد يبني على التحمل تحمل البيت تحمل الأولاد تحمل المجتمع أحد كبار العلماء عالم كبير كان قبل حوالي مئة عام يمكن نقل لي واحد عن أحد التلاميذة قال هذا كان مبتلى بزوجته نحن عادة مبتلون بزوجاتنا كثير يعني منا لأن قد يكون واحد هو يفهم أما زوجته لا تفهم يعني لا تفهم ما يفهم إحنا ننتظر الآخرين يفهمون مثل ما إحنا نفهم قل ما يفهم مثل واحد يتوقع أن الطفل يفهم مثل ما أنا أفهم قل ما يفهم الطفل قال هذا العالم كان مبتلى بزوجته وهذه زوجة أخذت نصف عمره يعني أشغلته كان يتحملها عد كان ينقل قضايا في ذلك هذه القضية نقلها العام حفظه الله عن تلميذ ذلك العالم تلميذ كان واحد من الشيب في طهران توفي قبل أعوام قال يقول هذه المرأة كانت مبتلات بالشك تشكيك تشكيك مفرط وكانت لا تعتقد إلا بهذا العالم يعني زوجها هيم كأنه كانت مريضة أو كذا هو مإدارة كان يقوم بشؤونها فنصف عمره قضاه في إدارة زوجته مثلا كان يقول إحدى الأشياء فهذا مثال كان يقول كان يقول أنه في يوم من الأيام في النجف العالم كان في النجف وإلى كتب علمية أيضا يقول أنه كان في النجف أكو في النجف الذين ذهبوا سراديب عميقة معروفة في ذلك السرداب العميق كان أكو حب حب كبير حب أكو عندنا جرة صغيرة وعندنا حب كبير ففي رأي هذه الزوجة أن هذا الحب تنجس في يوم من الأيام اسأل ليه شو هالشكل فصار القرار يجيبون حمال يطهروا هي قالت ما يمكن تطهيره هناك في ذاك السرداب العميق فلازم يجيبوا فوق ويغسلونه ويخلوه في أشعة الشمس حتى يجوف والماء لازم ينفذ إلى أعماق بالمقدار الذي نفذ إليه الماء المتنجس خب فلازم فتح مال يجي يشيل هذا الحب من جو إلى فوق مالذي 40 درج 80 درج المرأة قالت يمكن هذا الحمال رجلة تكون نجسة وحذاءه يكون نجس وإيده تكون نجسة فينجس كل البيت هي كانت ضعيفة ما تقدر فهذا العالم المسكين اضطار يروح لي جوه ويشيل هذا الحب أو الحب ويجيب لي فوق ويغسله وبعدين يودي لي جوه كان يقول هاي إحدى قضايا وهكذا في اليوم الأول واحد يطلق زوجته ويرتاح منها النبي ما كان في اليوم الأول يتمكن يطلق فلانة وفلانة المجتمع لتوقعات المجتمع ما يفهم أنه أنت عندك مشكلة أنت ما عندك وقت هو يرى القضايا من خلال مشكلته يأتي عندك ويضغط عليك إذا واحد قلبه ما يتمكن يتحمى يجب أن ينعزل في بيته أكو أحد علمائنا الشيخ زين العابدين المازندراني هذا من مراجع التقليد في يوم من الأيام كان يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه جاءه فقير وطلب منه مال فقيرا مسيد كان يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه مالا قال أنا الآن ما شايل ويا يا مال أنا دعا أروح للحضرة أنت بعد ما أكمل أنت تعال أنا أرجع إلى البيت تعال إلى البيت حتى أعطيك مالا فالفقير ألاح وغضب هذا الفقير ثم بعد ذلك تفل في وجه الشيخ الآن حقيقة إحنا إذا نتعرض لهذا الموقع ما ذا نفعل الذين كانوا معه أرادوا أن يؤدبوا ذلك الفقير الشيخ قال لا لا تفعلوا شيئا ثم قال إنني آمل أنه لا تلفح وجهي النار يوم القيامة ببركة بصاق واحد من ذرية رسول الله ثم مسح البصاق على وجهه بعدين التفت إلى هذا الفقير قال أنا بعد ما أكمل تعال للبيت حتى أعطيك شوفوا هذا أي قلب يحتاج حقيقة الله تعالى عندما قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ما يكتر ما يكتر واحد إذا واحد ما بنى على تحمل المجتمع ما يتمكن أن يفعل شيئا العاف الإغمار التحمل هذه أشياء مهمة والقضايا في هذا المجال كثيرة ولكن الوقت ضاق البعد الرابع البعد العلمي الخط العبادي الخط الإداري رابعا وأخيرا الحياة ككل بحاجة إلى تحمل وإلى قلب كبير إذا واحد ما عنده قلب كبير يتحطى الحياة تدمره ذاكرين أنه واحد اشتكى شيئا يقول فذهبت إلى عمي خالي منه فاشتكيت له فلان مشكلة ألم عنده فقال لي يا بني لا تشتكي لا إلى عدو ولا إلى صديق إذا تشتكي إلى العدو يشمت بك وإذا تشتكي إلى الصديق يتألم لألمك وأنا إحدى عيني هاتين لا أرى بها شيئا منذ أربعين عاما ولم أخبر بذلك أحدا حتى زوجتي يعني فقد إحدى عينيه على أثر مرضين شيئا حتى زوجته ما افتهمت بذلك العام حفظه الله كان يقول أنه دخلت على الشيخ أبو زرق الطهراني كان معمار طاع في العمر ولم يبق منه إلا الجلد والعظم يعني كل لحم ذاير فقلت له كيف حاله قال الحمد لله من أعماق قلبه هذا إحنا كل يوم نقرأ الحمد لله رب العالمين حمد يعني هذه الحالة يجب أن نوجدها فينا طبعا ولو الحمد أعم من الشكر من جهته ولكنه يشمل الشكر الحمد لله واحد كل يوم أول ما يقوم يصلي صلاة الصبح يبدأ بألحمد لله يستذكر نعم الله تعالى عليه قال الحمد لله شوفوا بالأدع يشقد أكو حمد لله تعالى أكو في الحديث عندما عدكم مشكلة أول ابدأوا بحمد الله تعالى حتى عندما عدكم مشكلة يروحوا إلى الله الله أنعم تعالى كم من النعم كذا كذا بعد بعدين يا الله عندي هذه المشكلة حل للي هذه المشكلة حالة الحمد وحالة الشكر هذه حالة جدا مهم مو فقط للآخرة حتى للدنيا وإلا واحد دائما يعيش حالة صدام ويا الدنيا حالة تناقض تناقض داخلي فقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله من أعماق قلب كان يقول بعدين قال الآخرين اللي في مثل عمري يعدهم مثلا الآن ما أدري شنو قال ضغط الدام أنا ما عندي ضغط الدام الآخرين عدهم ضيق التنفس أنا ما عندي ضيق التنفس الآخرين شنو عدهم أنا ما عندي وأخذ يعدد نعم الله تعالى عليه قال فقط أنا فدشي يؤلمني وهو أنه كان مبتلى ب أن الدم يجي من عين بالاختيار هذا نوع من المرض واحد عين تدمع فيقول أنا عندما أكتب الدمع ينزل على كتابتي ويمحو كتابتي أنا متألم فقط من هذه هذا متألم ليس لشخص وإنما لعمل شفت واحد من الشيبة وعمر فوق الماء هذا الرجل وكان في منتهى الحيوية هذا الرجل كان أنا عندما كنت أسأله شلون الأحوال كان يقول الحمد كل شيء ما بيه فقط ركبتي توجعني هذا ما الله ابتلاني بوجع الركبة حتى ليضربوني عين الناس يقولون هذا الشايب شلون ما بيشيء ودائما كان في حالة ابتهاج أكو بعض الأفراد دائما في حالة ابتهاج وبعض الأفراد دائما في حالة اكتئاب كان رايح هذا الرجل لألمانيا لشيء ألم به فتشي طار ما أذكر شنو فيقول الطبيب بعد ما فحصني وكذا قال أنت شنو تاكل أنت قلبك مثل قلب شاب في الثلاثين مثلا هو كان عمره ذاك الوقت يمكن تسعين عام عندما راح إلى ألمانيا أنت شنو تاكل قالت في الواقع هذا مو مربوط بالأكل احنا أنا لا قلبي مو متعلق بالدنيا أكو بعض الأفراد قلبهم مشدود بالدنيا أنا قلبي مو مشدود بالدنيا إذا واحد أكل أموالي هو يمشان ويأكلون أموالي ما أحقد علي يعني حتى حقد قلبي أنه ليش أكل أموالي ما أحقد علي إذا واحد تقدم علي ما أحسد من هذه حالة الحسد من المدمرات للدين وللدنيا واحد يشوف منه تفوق علي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلك حسد ذاك عنده كفاءة تقدم عليك أنت حاول فاستبق الخيرات مو أنه واحد يحسد إذا واحد تفوق علي أنا ما أحسد من من هالأشياء يقول الطبيب الألماني شوي يفكر قال هاي الأشياء مو موجودة في منهاج نا الطبي نحن نعرف أكل وشرب وماء وكذا وكيفية أما هاي الأشياء مو موجودة في منهاج واحد ينبغي عليه في جميع أبعاد الحياة أن يحاول أن يمتلك مثل هذا القلب الكبير أما كيف يمكن ذلك هذا يحتاج إلى الدعاء الوالد رحمه الله كان يقول على ما ببالي واحد عند أي مشكلة في أي مكان يسجد شكرا مرتين ثم يمسح بيده على التربة ثم يمسح بها على موضع الألم أظن هذا بالروايات ما أكوه واحد يمسح بيده على التربة ويمسح بها على صدر يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمنحه قلبا كبيرا الدعاء والإلحاح على الله تعالى وعلى أوليائه التصميم واحد يصمم على ذلك عندما ترحون بالبيض صمموا على أن تتحملوا أولادكم عندما تجون للمجتمع بالذات إذا بلغتم إلى مكان قدر من البداية ابن أنه أي مشكلة تأتيكم تتحملونها البناء البناء والتصميم الدعاء أولا والتصميم ثانيا والتلقين ثالثا واحد يلق هذا علماء الأخلاق ذاكري هذه الثلاثة حفظ آيات القرآن الكريم آيات القرآن تعطي ونهج البلاغ وأحاديث أهل البيت تعطي للقلب سعة كبيرة ما أدري نقلتلكم لولا أنه واحد سجن في سجن عجيب ثمنطعش عام تقريبا ما كانوا يتكلمون وياه عندما كان السجان يجي لكان يلبس نعالم يطي صوت يعني قطع عن العالم الخارجي نهائيا حتى بهذا المقدار لا يسمع صوت ماشي قال اللي كانوا معه بعد فترة قليلة كلهم أصيبوا بالجنوب بعد كم يوم أو بعد كم أسبوع هذا ثمنطعش عام بقى بدون أن يصيبه شيء قالوا له كيف قال لأني كنت حافظا للقرآن وأقرأ القرآن القرآن وأحاديث أهل البيت تعطي صلوات الله عليهم سعة كبيرة للروح وقوة عظيمة للمؤمن هذه أربعة أشياء مؤثرة ومهمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر